هيعجب لك ديه سنة من عمرها في السجن في جضاية ملهاش لازمة ولا يعني عشان طلعي تجدع مع الستة هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع الجطائين الطرج والحرمية ربنا يخليكوا طولنا في عمرك ببنت غالبان ياسطى شكري ما تخافش كوريا معلهاش اي حاجة انا حابعت لها محامي النهاردة يطلحها هيلاقي الزبط بس كان بيضغط عليها شوية عشان تعترف بمكان هايدي وبعدين هو ما قبطش على هايدي عندها عشان يثبت انها كانت تستطر عليه ما خلاص بقى يا عم شكري خلاص يا عم شكري قالك ما عليهااش حاجة يا عم شكري يا باش مهندس دول مش مستنيين يثبتوا حالة دي ناس يدها الطيلة انا كل اللي بيجن دلوقت كوريا بنتختي زمانها جاعدة كيف الطفلة صغيرة مزعورة فصة على طويل الإجرام بقى انتوا بتكاتلوا علايا روح خالتك من نكليها بقولوكوا ايه اللي في كوريا حسكن العناطر تبا تسأل علايا هنك تقول كوريا عبقاتي وهم اعرفوه كويس هناميق ولا فيكو مش راحة اول مات اخرج من انا وتدوس على اسفلتك كده ها دي بقى تتشاهد بان رابنا انا اتجابت تحت ايتي قادكم ستشين اين كوريا عبدالعاط ناع تعال ماشي انا خرجة حمي مع الاسم ورجعلكوا تاني لو لقيت واحدة بس لفة ورشاها كده هو ولا قعدت هشاغلات هخلي ادها تحت كده ورجليها فوق ماشي قادكم اارف باعتلك محامي اللي معرب بنا قلبه مرتاحة باش لو عايز أحبسك ورحلك عن نيابة دلوقتي ححبسك والنيابة بقى تبقى تتصرف في موضوع التسطر ده لكن انا حخراجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ود لكن لو ما جتليش من نفسك وقلتلي هاي دي فين لمصلحياتها ولمصلحتك اقسملك بالله نكون قابض عليها مرحل كنتو الاثنين في كلابش واحد ونعمة بالله يا باش مشاكري ألف شكرا حمد السلام عليكم يا باشا نرقبت الحارة كلها والطق قصت هاي ده بطالب عامل نفسها راجع من الخليج واسمها جمالات وانها بنت خالد بنت كوافيرة اسمها كوريا وهي ده لما أخذك هتفتحها يعني محل أمصان لوم وحاجات زي كده باشا وعلاق بي اللي كان بيحميها بس يا باشا كانت مش هيبر الجالة المنطقة كلهم معلمين وسوئين تاكاتك وجزارين حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزك ومين لسه على اتصال بيها أكيد علاء بيه عشان كده قابض علي بيت كوريا وحبازها خايف لا ترتش بالكلام وحد يعرف مكان هاي ده بعد ما هربها من المنطقة بتكل انت على الله رجع عينيك وتبلغني أول ما اللي اسمها كوريا دي تخلق توجهات ساعتك أوامر يا باشا عيش عليها ايو دكتور نادل بقول لحضرتك ايه انا مكسوفة منك جدا يا نوال يعني انت النهاردة منزلتيش الشغل بسببه وكمان عملتلك مشاكل وقلق كتير يا اغتي راحة وانا عملت الصحة مع الزوزة عشانا قهرابه وبعدين انا حالفة عملك الخد ده زاد والخد ده مية اه عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا حرام عليكي كوريا دي جدعة وطيبة وانتي برضو شكلك جدعة وطيبة يعني انا حسنين تلولة المشاكل الصغيرة اللي كانت ما بينكو بتاعت الشقة وابراهيم كان زمانكو بقيتو اعز صحاب اصحاب مين يا ساة؟ ده لو القط تولف عالفار انا وهي المؤخزة لايمكن نولف على بعض قابد طب انا كنت عايزة اطلب منك يعني طلب صغير يا اغتي اموري ينفع ينفع يعني استعمل موبايلك لازم اتكلم بابي ايه يا اختي تفضلي يا اختي تفضل بصي هو انا معايا موبايل بس ماينفعش اتكلم من الخط اللي في لازم اجيب خط جديد يا اغتي انزل اشتريلي اخوة موال بس استخدمي داي اغتي براحتك ميرسي بابي حبيبي يا بابي وحشتني جدا 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 اهلا انا هايدي اهلا حبيب تتساين وحشان امور انا نفسي اجي ابوص عليك بلاش ديارات يا بابي يعني اصلا انا مش عايزة ادايق نوالي تدايقيني دا ايه؟ يا اغتي دا بيتك وما تراحك تجيبي فيه اللي انت عايزات شكرا ميرسي اه يا بابي نادر مخلي باله من كل حاجة وعمل شغل في القضية بس الوقت الزبط دا اللي اسم علاقة طلع مش كويس صوري ابض علي كوريا ايه؟ انت بتقول ايه؟ ابض علي كوريا؟ بس طلعناها بيت غلبانة وجدعة اوى 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 ما جبتش سيرت اي حاجة عنك حبيبتي يا كوريا وحشاني اوى نفس اشوفها هي وصندس طب بص يا بابي انا عايزة دينا تجيلي هنا وتجيبلي معاها هدوم جديدة وتجيبلي كمان ايباد بدل لتحرق في المحل دا حاضر حاضر طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء تاني علاء قلبك دا كده على طول ماشي بك غلط مش عارف اعمل ايه ربانة بنتي بعيده عنك وما يوقعكيش في حد واحدش تاني ابدا تعال تعال يا معالم السلام عليكم عليكم السلام ابراهيم تزاك عج عرفة الحمد لله تا المعلم سلوه مجرنب حج عرفة بسم الله ما شاء الله باني عشرين عمارة ومشارك على قدهم يا اهلا وسهلا قد كراس يا اولد وعمل شاي بسم الله ما شاء الله انا باعاذ الراجل اللي في العقران بالضبط زي وزي الراجل اللي في الستان خير يا ابراهيم خير ان شاء الله يا حاج المعلم كان معاملة هلتة جنيه كان عايدي يخش معاك بيهم في العمارة دي يعني ياخد شقة بيهم ولا ايه؟ لا شقة ايه؟ ويبقى يطلع له بمصلحة وقت بيع الشقة مئة الف ايه اللي يخش بيهم دول هو ليع بعياله انا اجل مبلغ بشارك بيه نص مليون سل على النبي باد سعج يا الله اعتبر المئة الف جنيه دول عربون محبة وان شاء الله يبقى فيه شغل تاني ومفلوس تزيد احنا نروح بقى من بعد فين يا ريت والله لو عاود شجهات المئة الف اللي معاك وانا اجسطلك الباب يعني داخل الكلام امعلم داخل الكلام عنك طب معلش بقى معالم سلومة يعني خرب غيرها ان شاء الله اصدر مفيش نصيب يلا السلام عليكم يا حاجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عارفه ايه؟ ايه؟ لو الامارة دي تلعت عداشة الدول هتتكلف بالارض في حوالي مليون ومتين الف وهيبيعهم بتلاتة مليون وانا لو خشيت بمية الف ان شاء الله هطلع بمتين الف بكذا يوم خلاص ده خرب غيرها معالم ما لكش نصيب ما لكش اقرص عليه شوية يمكن يوافق ساعتها هدينك الخمس مواكي اللي لازمينك لا هو مش هيوافق انا عارفه لا مش هيوافق عشان خطر بس طب بص انا ايه؟ هحاول معاي كده ويعني هشوف ميوت وايه واباقولك بس هو مش هيواف انا عارف بس انا هحاول معاي موسيقى هلو 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 ايو مين معاي ايه ده مش عارفة صوتي؟ لا يا اختي مش عارفة صوتك مين معاي؟ طيب طيب بالراحة أنا جولي جولي؟ خليت نوال جابتلي نمرة جديدة وقلت لازم أتكلمك أنت أول واحدة ده بمرت إن شاء الله أنتم من باية أهلك؟ أو أكتر من أهلي أيوة صح بمرت مسكتيني وروح تقعدت عند عدواتي هنعليك العشو والملح دي نوال بتحبك قوي دي حتى قالتلي إن اللولة المشاكل الصغيرة كان زمانك وبقيته أكتر من الإخوات أنت حالك تتكلميها؟ ياخي كلمها عزراء أنتهم قبل أن يستعجل بقول لك إيه؟ إخلاص يقول لي عاوزة إيه؟ طيب خلاص تبينا من سيرة نوال بابي قال لي إن علاق قبض عليك وخرجك ده حقيقي؟ وأنت عايزة يبقى إن شاء الله عايزة تطميني عايزة زيبت علاق بتاعك والعاوزة إيه؟ في إيه يا بنت أنا عايزة تطمين عليكي وليلي عاملة إيه في البيت والشغل وكده؟ دي ياختي تطميني البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوها زي إيردا قطع بالزبط ليكيشوف حاجة تاني؟ قفلتي ليه؟ ما عادش أجاب جهربته وخلاص ما عادش عندي خلق أناهد مع الناس وان عالجنيوة الاتنين ويرتهم بيجوا يلا إن شاء الله الأمور تتحسن طب منيني بقى على صندس وحشاني قوي صندس؟ صندس ربنا يتولاها بقى قطع الأكل والشرب أهرى نفسها من العياط ما بتنمش اللي على فرشتك يا ربي طب أنا نفس أشوف هدي وحشاني قوي بصي أنا هبعط لك العنوان في رسالة هتيها وتعالي على هنا أنت تتحطلت يا بيت صندس مينة أجابها عند نوال أنا عدي على بيت المقطوعة دي يا خي عدي عليها قطر البعيد اسمعيني بس نوال بتروح كل يوم الكباريس الساعة السبعة وبترجع بالليل متأخر أنت هتيها هنا ورجعي أخديها قبل ما نوال ترجع بس أخلي بالك من المرأبة بقول لك إيه يا أختي أنا مش الفلبنيلة جابها لك عمك شكر إرحم نفسك تأمين وبعد أنت عالي هن أنت اللي اخترت تعودي عند الواطية دي يبقى خلاص ما تجيش بعد دلوقتي تعملي لي فعل قلب الطيب وتقول لي لي أنت وحشان وأشوف صندس والجودة أنا صاهم سلاة سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكية موكلتي كل الأصول اللي الموضوع تحت تتصرف البنك كضمان للقارد ما دي عندنا ولا فيه مورة جديدة الحقيقة أنا عايز أثبت بيهم أن البنك علشان يطلع القارد أهم بتقييم الأصول بطريقة طبيعية جدا وروتينية ما فيش أي تدليس ما فيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك اللي يستلع على قيمة القارد تمام سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين ليعدد تقييم الأصول بالقيمة الحقيقة بتاعتها وعايزيني أضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقة للقارد الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمة الحقيقة المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك ويكون التعامل بناء مع الرقم ده